بعد خروج الكاتاكيت من الفقاسة او المفرخ بنستقبلوه على محلول معالجة الجفاف اول يوم بعد كده لمدة 3 ايام مضادة حيوي معوي تجنوبا لانتقال اي نوع من الامراض بندخل الكاتاكيت على الحضام بتاعنا اللي درجة الحرة بتاعته تتراوح من 30 ل 32 درجة مقوية بكده باذن الله نضمن دورة كاتاكيت نجح انا بشجحكم دايما على ان انتوا هتشتروا فقاسة تعملوا بنفسكم لأسباب كتير اول سبب ان اسعار كاتاكيت كلهم في زيادة تاني سبب ان انت تحافظ على القطع المنتجة اللي عندك لان انت مش كل مرة هتشتري قطيع يطلع منتج يطلع مش منتج ده بالنسبة لانتاج البيض اما بالنسبة لانتاج اللحم فانا شايف ان التهجينات اللي موجودة حاليا تهجين الساسو مع الهندي او البرهما مع البلدي كل ده بسم الله ما شاء الله بيدي اوزان عالية وجود المفرخ عندك في البيت هيديك فرصة ان انت تقوم بعملية التهجين دي اللي كتكوت لانتو شايفينه ده هو نتيجة تهجين الدجاج الفيومي مع الدجاج البلدي ده الهجين الممتاز اللي انتو شايفينه متعة ما بعدها متعة في تربية الدواجن في المنزل اشتركوا في القناة